بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاذين فاطر السماوات والأرض أن تولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني في الصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حوصت بمؤمنين وما تسألهم عليهم من أجم إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على فصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أوسلنا من قبلك إلا رجالا نوحيه من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولداء الآخرة خير للذين استقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا يا أهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مِنْ مُرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أَلَّهُ الَّذِي رَفَعَ سَمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَذٍ تَرَوْنَا ثُمَّ اسْتَوَالَ الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كل يجري لأجل مُسَمَّ يُذَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَنْ لَكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثنين يُغْشِ اللَّيْلَ النَّاعُ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يُوقِبُعِ